بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان دراسة الدولة المثلثية للسنة الأولى ثانوي رقم واحد حيث قال واحد روماني ألف أدرس تغيرات الدلا كوس على المجال من الصفر إلى ثلاثة بي على إثنان ثم مثلها بيانيا أكيد في معلم متعامد ومتجنس ثم باقى الاستنتج بيانيا حلول المعادلتين والمتراجحتين على المجال من الصفر إلى ثلاثة بي على إثنان لكل من كوس إكس يساوي واحد وكوس إكس يساوي صفر وكوس إكس أكبر من الصفر وكوس إكس أقل ثمان من الصفر ثم ثاني روماني قال ألف أدرس تغيرات دلا سينيس على المجال من ناقص بي على إثنان إلى غاية بي ثم مثلها بيانيا ثم باقى الاستنتج بيانيا حلول المعادلتين والمتراجحتين على المجال من ناقص بي على إثنان إلى غاية بي لكل من سينيس إكس يساوي صفر وسينيس إكس يساوي ناقص واحد وسينيس إكس أكبر من الصفر وسينيس إكس أقل تماما من الصفر إذن لننطلق على بركة الله في الشرحة المفصلة إذن لننطلق أبنائي في الجزء ألف قال أدرس تغيرات الدلا كوس على المجال من ماذا من صفر إلى ثلاثة بي على إثنان أركزوا هنا أرجوكم نكتب أولا ألف دراسة تغيرات الدلا كوس على المجال لهو من الصفر إلى ثلاثة بي على إثنان أولا ما هو هذا المجال أولا عندنا هنا المجال هنا في هذا المكان هنا صفر درجة وهنا بي على إثنان وهنا عندنا بي وهنا عندنا ثلاثة بي على إثنان ما معنى ثلاثة بي على إثنان وهي ثلاثة في تسعون وهي مئتان وسبعون إذن ما هو المجال الذي قالنا لا أن هذا هذا الدلا هو من الصفر إلى غاية ماذا ثلاثة بي على إثنان إلى غاية هنا هذا هو المجال الذي يتغير فيه الإكس لاحظوا هنا وانتبهوا أولا نحن نتحدث مع الكوس ليس السينيس أولا الكوس هنا كم قيمته الكوس هنا قيمته هنا واحد وهنا كم وهنا صفر وهنا ناقص واحد وهنا صفر الآن لو تلاحظوا جيدا معي هنا أبنائي راحظوا إلى الدلا من هنا فمثل لاحظوا الكوس هنا صفر هنا واحد قلت الكوس لأن الكوس صفر هو واحد الآن لو تلاحظوا وتنطلق المدور بالدواران هل الكوس الآن يزيد أم ينقص؟ يقول الكثير إنه يزيد لا يا أبنائي إنه ينقص لماذا؟ لأنه يقترب الآن إلى غاية الصفر لأن الكوس هنا واحد لأن هنا كوس 90 هو الصفر كوس 108 هو ناقص واحد وكوس 270 هو الصفر لاحظوا وانتبهوا هل الآن معناها الدلا الكوس متزيدة أم متناقصة؟ إنها متناقصة لماذا؟ أعيد هنا كانت قيمته كم؟ كانت قيمته واحد ثم بدأ بالسعود ها هو الآن يقترب إلى ماذا؟ إلى الصفر ثم ها هو الآن مازال ينزل 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 إلى غاية ماذا؟ ناقص واحد إذن الدلا من الصفر إلى غاية بي كيف هي؟ متناقصة لماذا؟ انظروا قيمته الأولى كم؟ إنها واحد وهنا كم؟ إنها صفر ثم هنا كم أصبحت إنها ناقص واحد يعني من الواحد مازلنا إلى النقص واحد معناها الدلا كوس من هنا إلى غاية هنا إنها متناقصة نقول الدلا كوس إذن أعيد الدلا كوس متناقصة تماما على المجال الذي هو من الصفر إلى غاية ماذا؟ إلى غاية بي يا أبنائي أعيد هنا الكوس كم؟ إنه واحد وهنا كم الصفر من الواحد إلى الصفر هل نقول نصعد؟ لا إنما نحن نتناقص ثم كان هنا الصفر وما زال ينزل إلى غاية ناقص واحد هذا الجزء الأول ثم الآن نأتي بي المدور لاحظوا الآن من هنا كيف أصبحت؟ هل أصبحت الآن تتزايد أم تتناقص؟ الكل يقول إنها يا أستاذ تتناقص لا يا أبنائي انظروا من ناقص واحد ها هي تصعد إلى غاية أن تصل إلى ماذا؟ إلى غاية أن تصل إلى هنا لا تنظروا إلى المدور إنما انظروا إلى القيم هنا كانت ناقص واحد ثم أصبحت ترتفع إلى غاية أن وصلت إلى ماذا؟ إلى الصفر نقول وادالكوس كيف هي؟ متزايدة تماما على المجال الذي هو من ماذا؟ من بي إلى ثلاث بي على اثنان لأن يا أبنائي من هنا انطلقنا من الواحد ونزلنا إلى الصفر ثم ما زلنا ننزل إلى غاية ناقص واحد فأصبحت كيف هي؟ متناقصة ثم من الناقص واحد وصعدت إلى غاية إلى غاية صفر فأصبحت هنا متزايدة فنقول على الدالكوس أنها متناقصة من الصفر إلى غاية البي ومتزايدة من البي إلى ماذا؟ إلى ثلاث بي على اثنان فقط أبنائي أرجو قد فهمتم الآن هذه الفكرة إذن أعيد من هنا الدالكوس متناقصة لماذا؟ لأن انطلقت من القيمة واحد وذهبت إلى الصفر ثم نزلت إلى ناقص واحد يعني معناه من الواحد إلى النقص واحد متناقصة إذن قلت متناقص الدالكوس ثم من البي إلى ثلاث بي على اثنان إنها متزايدة إذن ما علينا الآن إلا إنشاء جدول التغيرات إذن نكتب هنا جدول تغيرات الدالكوس أكيد على المجال على المجال لأنه لما يقول درس تغيرات معناه نذكر المجال جدول التغيرات إذن من الصفر إلى ثلاث بي على اثنان إذن عندنا إكس من الصفر إلى ثلاث بي على اثنان وعندنا هنا نكتب كوس ماذا كوس إكس محن ماذا قلنا قلنا إنها من ماذا من الصفر إلى بي متناقصة إذن ها هو عندنا بي إذن فأصبحت كيف هي متناقصة هكذا ثم قلنا من البي إلى ثلاثة بي على اثنان أصبحت كيف هي متزايدة نأتي الآن نحسب صورة صفر كوس صفر معروف أنه كم إنه واحد إذن هنا واحد وكوس بي إنه كم إنه ناقص واحد ثم عندنا كوس ثلاثة بي على اثنان لو تجعلها بالآن حسب يعني كوس مائتاني وسبعون سوف أعطي لكم صفر أرجو قد فهمتم كيف أمتلئ هذا الجدول معناه حسب صورة صفر وصورة تل بي وصورة ثلاثة بي على اثنان بي أدى لكوس فقط بعدما أنهينا مع جدول التغييرات نأتي الآن إلى ثم نمثلها بيانيا معناه أكيد الإكس قلنا من ماذا من الصفر إلى ثلاثة بي على اثنان فقط يعني من هنا إلى غاية هنا إذن أولا عندنا صورة صفر هي كم؟ هي واحد ها هي أمامكم وعندنا صورة بي اللي هو ثلاثة فصل أربعة عشر مع ناقص واحد معناه ثلاثة فصل أربعة عشر ها هي هنا بي ثم عندنا صورة ثلاثة بي على اثنان هي الصفر ثلاثة بي على اثنان لو نحسبها أنه ضع ثلاثة فصل أربعة عشر في ثلاثة على اثنان تعطينا كم؟ تعطينا أربعة فاصل واحد وسبعون معناه تأتينا هنا وهو ثلاثة بي على ماذا؟ على اثنان ثم عندنا كذلك أنه كوس بي على اثنان كذلك إنها الصفر معناه هنا بي على اثنان لماذا لأننا انظروا ها هي أمامكم بي على اثنان الكوس عندها كم إنه السفرة حتى نفهم جيدا ثم عندنا هذه قيمة حدية شبه الحفرة فنضع هكذا أولا صورة بي قلنا هي كم إنها ناقص واحد فنضع هنا شيء يشبه الحفرة ويصبح هنا الرسم ها كذا انظروا ها هو الرسم ومن هنا ها كذا انظروا جيدا ها هو أمامكم ثم من هنا يأتينا ها كذا لاحظوا ومن هنا يأتينا ها كذا انظروا ها هو أمامكم ها هو الرسم يا أبني ويمكن يعني من هنا أن نجعله لاحظوا ها هو أمامكم هذا هو رسم الدالة التي اسمها كوس حتى نفهم جيدا وها هو أمامكم يعني من هنا نزل إلى غاية هنا ثم عاد إلى هكذا فقط هذا هو منحنا الدالة كوس بعدما أنهينا مع الآن مع الجزء الأول نأتي الآن إلى الجزء الثاني بعدما أنهينا مع هذه الأبناء نأتي الآن إلى الجزء الثاني الذي هو باقي استنتج بيانيا حلول المعادلتين الثلاثين والمتراجحتين على المجال دائما من الصفر إلى ثلاثة بي على اثناني يعني من هنا إلى غاية هنا عندنا أولا كوس إكس يساوي واحد إذن نكتب هنا الحلول أولا نكتب هنا حلول حلول المعادلة كوس إكس يساوي لنا واحد هيا لاحظوا جيدا هنا ما علينا إلا أن نأتي ونقوم برسم مستقيم إيه يساوي لنا واحد ها هو يا أبناء حتى نفهم جيدا لأن الكوس هنا كم يساوي هنا كم يساوي يساوي لنا واحد كم يجل لنا من قط التقاطع يجل لنا واحد ها هي أمكم حتى نفهم جيدا فنقول قاس يساوي لنا كم الفاصلة ها هي الفاصلة لأن الحلول المتراجحت دائما تكون على محور الفواصل دائما في حل معادلة أو متراجحة الحلول يكون على محور الفواصل هو إكس إذن ما هو إنها الصفر فقط نأتي كذلك أبنائي إلى قال كوس إكس يساوي لصفر نرسم مستقيم الذي هو إيجرق يساوي لصفر هذا يعني دائما ونبحث عن نقاط تقاطع أين هي نقاط تقاطع واحد اثنان إذن نقول كذلك حلول المعادلة كوس إكس يساوي صفر هي ما هي إذا سميناها S إنها P على اثنان وثلاثة P على اثنان لماذا؟ لأنها هي نقطة تقاطع وها هي نقطة التقاطع ثم بعدها نأتي الآن إلى حلول المتراجحة أولا نقوم كذلك برسم المستقيم ها هنا دائما هذا هو كونت إيجرق يساوي لنا صفر إذن إيجرق يساوي صفر ها هو أمامكم سوف نقوم برسمه الكبير ها هو الكوس أكبر من الصفر معناه ما هي الأماكن التي فيها المنحنة يكون فوق هذا المستقيم الأزرق أكيد هي هذه الأماكن لكن نحن قلنا المعادلة المتراجحة دائما قيمها على مخور الفواصل يعني من هنا إلى غاية هنا نقول هكذا حلول المتراجحة التي هي كوس إكس أكبر من الصفر هي ما هي أبناء إنها من هنا إلى غاية هنا سبحنا S يساوي ماذا لاحظوا جيدا يصبح لنا يساوينا المجل هو من الصفر إلى P على إثنان مفتوح لأنها أكبر ثمان أما في هذه الجهة فهنا مجموعة التعريف لا نهتم نهتم إلى الجهة الأخرى لأن حتى ولو أدخلنا صفر كوس صفر كم واحد واحد أكبر من الصفر حتى نفهم جيدا نأتي الآن كذلك إلى حلول المتراجحة التي هي كوس إكس أقل ثم من الصفر هي ما هي هي الأولا ما هي الأماكن من المنحنة التي تقع تحت المستقيم الأزرقية هذه ما هي قيم إكس قيم إكس هي من هنا إلى غاية هنا فيصبحنا S يساوي لنا ماذا يساوي لنا من P على إثنان إلى غاية ثلاثة P على إثنان مفتوح لأنه أكبر أقل تماما يعني ها هو الأماكن منحنة الفواصل التي تسقط على محور الفواصل أكيد تكون من P على إثنان إلى غاية ثلاثة P على إثنان فيها يكون المنحنة أسفل هذا المستقيم الأزرق فقط أبنائي بعد أنه من الجزء الأول الروماني نأتي الآن إلى الجزء الثاني الروماني قال ألف أدرس تغيرات الدال سينيس على البجال من ناقص P على إثنان إلى غاية P أولا نكتب هنا دراسة تغيرات الدال التي اسمها سينيس أكيد على المجال من ناقص P على إثنان إلى غاية ماذا إلى غاية P أولا هذا المجال من أين يبدأ من ناقص P أولا ركزوا جيدا الآن ها هو ناقص P على إثنان إذن قلت ناقص P على إثنان هذا وهنا عندنا ماذا وعندنا هنا زاوية صفر وهنا P على إثنان وهنا عندنا P وهنا عندنا في هذا المكان ناقص P حتى نفهم جيدا إذن ناقص P على إثنان ها هي ناقص 90 وهنا الزاوية صفر وهنا الزاوية P على إثنان وهنا الزاوية P نحن قال من أين ينطلق هذا المجال ينطلق لنا من هنا إلى غاية يعني من ناقص P على إثنان إلى غاية ودائما المجال يكون من الصغير نحو الكبير الآن ننطلق أبناء رويدا ويدا بما أننا نتحدث الآن مع السينيس السينيس كما تعلمون هنا كم يكون يكون هنا عندنا ناقص واحد وهنا السينيس كم يكون يكون لنا سفر وهنا السينيس كم يكون يكون لنا واحد وهنا يكون لنا سفر إذن ها هي قيم السينيس ناقص واحد ثم السفر ثم واحد ثم السفر الآن لو ينطلق الآن هذا المدور لاحظوا الآن وانتبهوا ينطلق من هذا المكان ويدأ بعملية دوران انظروا من أين انطلقوا من ناقص واحد نحن نصعد أم ننزل نحن نصعد إلى الصفر انظروا إلى القيم الخضراء ثم ما زلنا نصعد الصفر نتوجه نحو ماذا نتوجه نحو الواحد إذن لو نلاحظ جيدا أبنائهم يعني من انطلقنا من ناقص واحد ووجدنا في طريقين الصفر ثم صعدنا إلى غاية واحد فماذا يمكن أن نقول على الدالة هذه نقول الدالة سينسا كيف هي متزايدة تماما على المجال الذي هو من ناقص بي على اثنان إلى غاية بي على اثنان إذن انظروا من هنا إلى غايتنا لأن القيمة التي انطلقنا منها هي ناقص واحد ووجدنا الصفر ثم الواحد الآن لو نلاحظ جيدا ونكمل ما سر انظروا نحن ننزل الآن من الواحد وننزل نحو ماذا نحو لا تقول نحو الصفر انظروا إلى القيم نحن انطلقنا من الواحد وننزل نحو الصفر فماذا يمكن أن نقول على الدالة السينس من هنا إلى غاية هنا إنها متناقصة نقول و الدالة السينس كيف هي متناقصة تماما على المجال الذي هو من ماذا؟ من بي على اثنان إلى غاية ماذا؟ إلى غاية بي إذن من هنا من ناقص واحد صعدنا إلى الواحد متزيدا ومن الواحد نزلنا إلى صفر معناه متناقصة حتى نفهم جيدا الآن هذا الأمر ولا تنسوا أن وجدنا في طريقنا الصفر بعدما أنهينا مع هذا ناتي الآن إلى جدول التغيرات إذن ناتي إلى جدول التغيرات إذن نكتب هنا جدول تغيرات الدالة السينس على المجال الذي قلنا من ناقص بي على اثنان إلى غاية بي إذن نكتب هنا إكس من ناقص بي على اثنان إلى غاية ماذا؟ إلى غاية بي وعندنا هنا نكتب هنا السينس إكس إذن قلنا متزايدا إلى غاية ماذا؟ قلنا إلى غاية بي على اثنان هكذا ثم قلنا إنها متناقصة إذن قلنا إلى غاية ماذا إلى غاية بي على إثنان يقول أحدكم متى قلت هذا ها هي من هنا إلى غاية هنا نصعد ثم من هنا إلى غاية هنا ننزل حتى نفهم جيدا الآن نأتي إلى صورة ناقص بي على إثنان إذن نقول سينس ناقص بي على إثنان قلنا أنها ناقص واحد إذن نضع هنا ناقص واحد ثم عندنا كذلك سينس البي على إثنان قلنا إنها واحد يعني 90 درجة هي الواحد ثم عندنا سينس كذلك بي لما نجعل سينس 108 تعطي لنا صفر ها هو الآن جدول التغيرات قد امتلئ بطريقة جد بسيطة بعدما أنهينا مع جدول التغيرات نأتي الآن إلى الرسم الرسم ننطلق أولا بتعيين هذه القيمة إذن ناقص بي على إثنان لما نجعل ناقص ثلاثة فاصل أربعة عشر على إثنان تعطينا ناقص واحد فاصل سبعة وخمسون الذي هو هنا ناقص بي على إثنان مع ماذا صورته إنها ناقص واحد في هذا المكان ثم عندنا بي على إثنان مع الواحد بي على إثنان هو واحد فاصل سبعة وخمسون مع الواحد معنات شبه لنا الجبل هكذا نضعها مثل الجبل ثم عندنا بي صورته كم إنها الصفر الذي هو ها هو بي ولن ننسى كذلك أن عندنا وجدنا في الطريق أن السينيس الصفر قلنا كم إنها الصفر معنى هذه كما لا تنسوا أبنائي أن الدلة سينيس إنها دلة فردية لاحظوا هنا كيف يتم عملية بطريقة جد بسيطة انتبهوا إذن دائما ننطلق من هذا الجبل لو ننزل من هنا ننزل ها كذا حتى نفهم ومن هنا ننزل ها كذا حتى نتعلم ثم من هنا نسعد ها كذا في الأصل هي من هنا ونسعد لاحظوا قلت ونسعد ها كذا لا أفوا إذن ها هو أمامكم حتى تكون هنا جد واضحة في الأصل كيف ذلك؟ في الأصل معنى هنا نأتي من هنا ونسعد ها كذا إلى غاية هنا وننزل ها كذا لكن أنا أرسم بالطريقة التي تساعد يدي إلا أن نقلنا في هذا المكان إنها كم؟ إنها بي على إثنان صورتها اللي هي الواحد حتى نفهم إذن هنا ها كذا نترك إذن هنا قلنا بي على إثنان ها هي من هنا وصعدنا إلى غاية هذا المكان ثم نازلنا ها كذا حتى نفهم جيدا الرسم بطريقة جد بسيطة ويمكن أن نكتب هنا أدلنا سينيس فقط أبنائي بعدما أنهينا مع الرسم نأتي الآن إلى استنتاج قال استنتج بيانين حلول معادلتين والمتراجهتين على المجال من نقص بي على إثنان إلى غاية بي اللي هو من نقص بي على إثنان إلى غاية بي إذن نكتب هنا استنتاج حلول كل من ننطلق أولا بنقول حلول إذن حلول المعادلة الأولى التي هي سينيس إكس كما يساوي يساوي صفر سينيس إكس يساوي صفر معناه نقوم برسم مستقيم إيجراج يساوي صفر هذا اللي هو محور الفواصيل ما هي نقاط تقاطع أكيد سوف نجد نقطة تقاطع واحد إثنان نقول حلول هي ماذا هي أس يساوي لنا كم يساوي لنا الصفر ها هو الصفر وها هي القيمة الأخرى التي هي بي فقط أبنائي إذن عفوا إذن هكذا لأنها معادلة ثم نقول حلول كذلك المعادلة التي هي سينيس إكس كم تساوي تساوي لنا الآن ناقص واحد إذن قلت كم تساوي تساوي لنا ناقص واحد معناه نقوم برسم مستقيم إيجراج يساوي ناقص واحد ها هو أمامكم ها هو كم يجد لنا الآن من نقطة تقاطع يجد لنا واحدة ما هي فاصلتها ها هي فاصلتها إذن نصبحنا الحلول ما هي هي أس يساوي ناقص بي على إثنان فقط أبنائي بعدما أنهينا مع حلول المعادلة نأتي الآن إلى حلول المتراجحة نكتب هنا حلول المتراجحة أولا التي هي سينيس إكس كم هي أكبرتا من الصفر نرسم المستقيم دائما ها هو المستقيم وهو إيجراج يساوي الصفر وننظر الذي فوقه ما هي الأماكن التي يكون فيها ها هو المنحناء أين هو فوق فوق تلك المستقيم الأسود من ماذا؟ من الصفر إلى غاية بي فنقول أس يساوي لنا من الصفر إلى غاية بي أحطم يقول أحدكم لماذا الصفر مفتوح لأن سينيس السفر كم؟ إنه صفر هل صفر أكبر أو يساوي لنا من الصفر لهذا جعلناه مفتوح والبي كذلك صفر إذن لهذا المجال مفتوح نأتي الآن إلى علول المتراجحة التي هي سينيس إكس أقلت من الصفر معناها أقلت من الصفر ما هي الأماكن التي يكون منحناء ها هو المنحناء في الجهة الأسفل من المستقيم هذا المستقيم الأسود الآن أين يكون الإكس؟ يكون من هنا إلى هنا صفح لنا أس يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا من ناقص بي على إثنان إلى غاية الصفر يعني هل يمكن الآن أن ندخل هنا البي هذا يدخل أم لا؟ لاحظوا وانتبئوا لو جينا وقلنا سينيس سينيس ناقص بي على إثنان كم؟ إنها ناقص واحد هل ناقص واحد تحقق؟ نعم إذن هنا نغلقه ولا يحدث شيء ركزوا أرجوكم في هذه الجهة نقوم بغلق المجال لماذا أبني؟ عوضوا هنا بناقص بي على إثنان سبحانيس ناقص بي على إثنان إنها واحد ناقص واحد هل ناقص واحد أقل من الصفر؟ نعم يا أبني أرجو قد فهمتم لماذا قمت هنا في هذه الجهة بغلق المجال لأن ناقص بي على إثنان سينيس له هو ناقص واحد والناقص واحد أقل من الصفر إذن فهو يحقق أما هنا تركته مفتوح لأن سينيس الصفر هو صفر والصفر مستحيل أقلتا من الصفر لو كانت أقل أو يساوي لجعلناه مغلوق لكن الصفر مستحيل يكون أقلتا من الصفر فقط أبنائي وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لأننا بالصحة والعافية والترحم على رحمة الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر